إلى مركبة الليل بمدينة صبراطا غرب ليبيا يتوفد أعضاء مجلس النواب الليبي بشقه المنعقدين شرقا بطبرق وغربا بطرابلوس لعقد أولى جلساته الرسمية المعلنة حال اكتمال النصاب والتي فشل في عقدها على مدى سنوات الست الماضية جلسات تشاورية تمهد لبحث أبرز القضايا والتشريعات والقرارات التي سيتم اتخاذها في حال تجاوز الحضور تسعين نائبا للبناء على مخرجات اجتماعات غدامس أواخر العام الماضي سحب لي اتقاء من رئاسة مجلس النواب وتسمية مجلس نواب جديدة وأيضا سيتم تعديل لايحة المجلس النواب ووضع بعض البنود التي تدير دورة برلمانية لمدة ستة أشهر بدل من الآن ست سنوات عند السيد عقيلة صراح أبرز التحديات التي تواجه مباحثات صبراتا تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وانتخاب رئاسة جديدة موحدة له وإقرار دورة البرلمانية لإصدار تشريعات موحدة نحن نحتاج إلى قانون انتخاب فيما يتعلق باختيار السلطة التشريعية الجديدة وكذلك أيضا اختيار الرئاسة للدولة الليبية في المرحلة القادمة هذه الاستحقاقات لابد أن مجلس النواب يستكملها هناك تحديات كبيرة جدا ولكن نأمل خيرا في عقد جلسة رسمية للمجلس وتتخوف بعض القوى السياسية من تكرار سيناريو اجتماعات النواب بغدامس نهاية العام الماضي في ظل دعوات عقيلة صالح لعقد جلسات موازية بطبرق والطعن في قانونية عقدها خارجها تترقب الأوسط الشعبية وسياسية مآلات ومساع توحيد البرلمان الليبي لا سيما وأنه مقبل على استحقاقات كبيرة كمنح ثقة للحكومة المرتقبة إضافة إلى إصدار تشريعات من شأنها ترسخ الوحدة وإنهاء حالة الانقسام زياد الحجاجي تي ارتي عربي صبراتا ليبيا